بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد يا جماعة وهنتكلم النهاردة مع صف ثاني عشر وهنراجع مع بعض على مجموعة القواعد اللي احنا درسناها في يونت 1, 2, 3, 4 الجملة الاولى عندي يا جماعة طبعا هنختار الاجابة الصحيحة بيقولي cooking, let's go out for dinner احنا اتفقنا ان احنا عندنا مجموعة من الروابط اللي هي instead of and on the other hand whereas and but وعندي in comparison with instead of لما نجي نتكلم عنها instead of يعني بدلا من اهي بالعربي خالص بدلا من يبقى بدلا من ولازم يجي وراها اسم يا جماعة واتفقنا ان الاسم عندنا اما يكون اسم عادي واخد بالك بدلا من الخروج بدلا من السفر بدلا من الشراء او ممكن اقول فعل من ضفله ing يبقى انا الاسم عندي لغن وعين اللي هو يا اما ing يا اما اسم عادي فلما يقولي cooking let's go out for dinner الطاهي تعالوا هناكو البرة طيب يبقى طبعا انسب اجابة عندي هتبقى instead of اما الكلمة on the other hand on the other hand يا جماعة بتيجي لها شكل معين في الجملة وبتيجي بيكون قبلها فصلة وبعدها فصلة او قبلها نقطة وبعدها فصلة ويستحب دايما انها تيجي في المنتصف مع انها تيجي احيانا في بداية الجملة where as نفس الكلام بتأتي في بداية الجملة وفي نهاية الجملة بس where as زي ما اتفقنا لو جت في بداية الجملة بييجي وراها جملة كاملة فاعل وفاعل وبعدين في كومة بتفصل ما بين الكروز الاول والكروز التاني لكن لو where as جت في النص بنحط قبلها كومة تمام يعني علي likes bananas كومة where as احمد likes oranges دي طبعا عبارة عن امثلة سهلة جدا وبسيطة but عارفينها من زمان اللي هي لكن بتأتي بين الجملتين المختلفتين وتسعين في المية ما بتاخدش فواصل هنا بيقول لي complaining why don't we start studying hard خلي بل حضرتك هاختر هنا ايه instead of ولا if ولا although ولا where as complaining يعني الشكوى خلي بالك ان الشكوى هنا احنا اتفقنا ان الفعل لما يكون متضاف له ing يعني اسم فهنا ing او اسم هنستخدم مين where as بتاخد فاعل وفاعل although بتاخد فاعل وفاعل if بتاخد فاعل وفاعل يبقى ما عنديش غرمين برضو instead of نيجي على رقم ثلاثة يا جماعة بيقول لي life today الله life today هنا يعني الحياء اليوم تمام الحياء اليوم life a century ago was quite hard هو المفروض كان مثلا it was quite harder فهنا هنقول life today life a century ago life today life a century ago يبقى كأنني بالضبط بقارن بين حكتين يا جماعة بقارن بين الحياة في الحاضر والحياة منذ قرن المضاء يبقى هنا المقارنة دايما تحب مين in comparison with حتى هي معناها باللغة العربية مقارنة بي و in comparison with دايما دايما بتأتي في بداية الجملة وبيجي وراها اسم زي ما احنا شايفين يبقى in comparison with زيها زي instead of بتحب الاسم او ال i in g بس بيكون الافضل ان يكون عندي طرفين بيتم المقارنة بينهم لذلك هنستخدم هنا in comparison with life today اللي حصل life a century ago was quite hard number 4 يا جماعة نقرأ مع بعض بيقول لي i had consulted my doctor before i taking medicine طيب هنا عندي رابط اسمه before يبدأها ياخدنا على درسي تاني خالص اللي هو درس before و after اللي هو الكلمات الخاصة before والكلمات الخاصة بafter وعرفنا ان before والكلمات اللي معها when by the time بيحبوا دايما يجوا وراهم الماضي البسيط و after والكلمات اللي معها زي as because until بيحبوا الماضي التام فلذلك انا لما شوف before او after او اي حد من الروابط بتاعتهم بفكر في زمنين اتنين الماضي التام والماضي البسيط طيب انا موجود عند الماضي التام موجودة هو i had consulted يبقى had consulted يبقى هنا ايه اللي مقلوب مني او هفكر في مين فعلا هفكر في زمن الماضي البسيط اللي هو يكون started فهنختار started يبقى هنا i had consulted my doctor before i started taking medicine نيجي عن نمبر 5 بولي a shepherd needs a stick take care of and guide his cattle a shepherd needs a stick الراعي يحتاج الى عصى خلي بلك لكي يرعى اغنامه او الماشية طيب take care of هنا ده فعل في المصدر لما هنيجي نبص مع بعض دايما العلاقة اللي ما بين two والمصدر دي موجودة معنا من زمان وكونا دايما نقول ان two او in order two ييجي وراء فعلي في المصدر وما الايه قصة lead to خلي بالك من كلمة lead to lead to يؤدي الى معناها باللغة العربية يؤدي الى ودايما ييجي وراءها noun طب انت دلوقتي بعد الفرغ عندك مين take care طب وtake care ده فعل ولا noun verb ولا noun طبعا ده verb و infinitive كمان فطبعا الاجابة الصحيحة هتنحصر في حاجتين two او in order two واحب انوه لو جاب لي في الاختيارات two و in order two يبقى لا اختار two ولا اختار in order two لان اتنينهم زي بعض بالضبط اتنينهم زي بعض بالضبط يبقى هنا هنقول a shepherd needs a stick طبعا الاجابة two because طبعا عارفين يعني لانا ويجي وراءها close كامل فاعل وفاعل و so that برضو بيجي وراءها فاعل والفاعل بيكون مع can او could مع المصدر يعني so that دايما ماشي لذلك بتيجي وراءها فاعل والفاعل بيكون عبارة عن can او could على حسب زمن الجملة مع المصدر على اساس ان هما modal verbs number six الرقم 6 بيقول لي I have been here خلي بالك I have been here يبقى ده زمن مضارع تام لان طبعا في ناس كتير جدا هتبص على كلمة yesterday يقولك oba yesterday يبقى ده زمن ماضي بسيط لا الزمن عندك واضح جدا have been اللي هو مضارع تام have وتصريف التالت وعندك yesterday morning لما يكون عندي بداية زمن الحدث بداية زمن الحدث يبقى هناخد هنا since لكن لو كان عندي جمع او كان عندي عدد او كان عندي ذا او كان عندي ايه او ان بناخد for يبقى تاني مضارع تام والكلمة في منتصف الجملة يبقى هبتعد تماما عن ago لان ago تأتي مع الماضي البسيط وتأتي في نهاية الجملة بتكون اخر كلمة زيها زي yet بس yet الفرق منها وبين ago ايه ان ago تأتي مع زمن الماضي البسيط التصريف التاني لكن yet تأتي مع زمن المضارع التام المنفي او مع المضارع التام في الانتوريجتف اللي هو في السؤال هنا لا في عندي مضارع تام منفي ولا عندي مضارع تام سؤال يبقى هبتعد تماما عن ago واحد تاني يقول لي طب ما ناخد just احنا عارفين قصة just و already ان just و already يجو بعد مين بعد have أو has لكن هو الزمن كتابولي i have been لو كان قال لي i have فراغ been اقولك ماشي نقول i have just been او i have already been لكن الزمن مفيش بين have والتصريف التالت اي فواصل لذلك هبتعد تماما عن just يبقى هبتعد عن just هبتعد عن ago يبقى معادش عندي غير since و for ايه الفرق بين since و for since تأتي وراءها بداية زمن الحدث يعني لو انا اقول لك انا منتظرك من الساعة 6 يبقى since 6 o'clock انا عايش في المكان الفلاني منذ 2007 يبقى هنا since 2007 يعني بداية الحدث بداية الحياة بداية الانتظار يبقى ناخد since يا جماعة عشان ما نفكرش كتير ونلخبط في الامتحانات yesterday morning من امس صباحا من صباح امس يعني منذ صباح امس او منذ الامس صباحا يبقى هناخد ايه هناخد since yesterday morning نيجي على رقم سبعة زي ما احنا شايفين الصورة بيلعبوا they had trained they lost the match they had trained they lost the match اتدربوا خسروا المباراة يبقى هنقول ايه المفروض ان انا لما اتدرب كويس افوز بالمباراة الطبيعي ان الانسان لما يذاكر ينجح لكن المولاك اذا ذاكر واكتهد وراسل في الاختبار يبقى لما يكون عكس الطبيعي يبقى هروح الى روابط التناقض اللي هي although و despite و in spite جدير بالذكر ان despite و in spite لتنين توأم يعني ايه توأم يعني اللي يمشي على despite هو اللي يمشي على in spite زي ما كنا بنقول to in order to اذا شفت to in order to ابعد عنهم نفس الكلام يا جماعة لما نشوف despite و in spite of ابعد عنهم يبقى بقى عندي مين but و although but ما بيجيش فيه بداية الجملة يبقى معادش عندي غير اختيار although و although فعلا بيجي وراها فاعل وفاعل لكن despite و in spite بيحبوا الاسم او ال ing يبقى الاجابة الصحيحة عندي هنا although they had trained hard they lost the match رقم تمانية يا جماعة زي ما احنا شايفين looking for job many people wouldn't have lost their jobs if factories خلي بالك ما كانوش هيفقدوا وظيفهم والطالب الذكي هنا هيسأل نفسه دي حالة F كام انا عندي wouldn't have lost و عندي F في النص طبعا احنا عارفين حالات F الاربعة الصفرية zero وفرست والسكند والثيرد الثيرد هي اطول حالة وهي الحالة اللي بتعبر عن الاستحالة وتعبر عن الاستحالة في الماضي شيء حصل وتم وانتهى ما عادش ينفع الندر على اللي فات many people wouldn't have lost their jobs يبقى الواقع انه هما فقدوا فعلا وظيفهم لاني بقولك ما كانوش فقدوا وظيفهم في فاكتوريز لو كانت المصانع يبقى هنا المقصد او الشاهد من الكلام ان الحالة التالتة مع F هاد تصريف ثالث بناخد وود هاف وتصريف ثالث سواء بالنفي او بالاثبات فهنا F هتاخد هاد مع تصريف ثالث يعني هقولي يا استاذ هادنت بين ديسترويد ولا هادنت ديسترويد خلي بالك طبعا where not destroyed هنستبعدها وهافنت ديسترويد هنستبعدها عندي دلوقتي هادنت بين ديسترويد وهادنت ديسترويد هنا الطالب هيتوقف قليلا يقولي طب ما ده ماضي تام وده ماضي تام الاولى ماضي تام مبني للمجهول والتالتة ماضي تام مبني للمعلوم المصانع هتضمر نفسها بنفسها ولا ستتضمر لما يكون عندك الفاعل غير عاقل دايما الجأ للبسف تاني الحتة دي تاني الحتة دي لانها مهمة جدا انا دلوقتي بقول المصانع دي عاقل ولا غير عاقل هتقولي المصانع غير عاقل دايما لما يكون الفاعل غير عاقل الجأ الى البسف يبقى هنا عشان ما فكرش كتير هتبقى hadn't been destroyed hadn't been destroyed number nine the man caused a terrible accident because he was driving خلي بالك هنا انا دلوقتي بتكلم على مين زي ما احنا شايفين الصورة ربنا اعافينا بتكلم عن الفعل عن الاكشن يعني عايز اوصف الverb اللي حصل that man caused a terrible accident because he was driving لانه كان بسوء ازاي طرح ما قلت ازاي وقلت كيف وببحث عن الكيفية يبقى على طول يا جماعة بندور على درس الادفرب اللي هو الظرف وطبعا احنا قلنا ان الظرف بنكونه ازاي تسعين في المية او تسعة وتسعين في المية ان احنا بنزود الواي ولو ان الصفة منتهية بي ال اي زي irresponsible بنحذف ال اي ونحط واي فهتبقى الاجابة بتاعتي irresponsبلي لانه كان يقود باستهتار نجي على رقم عشرة بيقول لي if Lee hard he will pass his exams with flying colors if Lee hard he will pass his exams with flying colors طبعا دي الحالة الكام دي الحالة الاولى يا جماعة will pass يبقى هنقول if Lee study ولا studies ما عندي الاتنين مضارع بسيط لان احنا عارفين ان الحالة الاولى مضارع بسيط باخد will والمصدر طبعا لي هشيله وحط he فطبعا he بتاخد study ولا studies في حالة المضارع البسيط زي ما شرحنا قبل كده هتاخد studies number 11 زي ما شايفين الصورة بيقول لي investigators المحققون are still trying to determine the accident بيدوروا على the accident خلي بالك بقى because of because cause of so that عارفين ان because مش هتنفع لان because يعني لان اقول لان الحدثة مش هتنفع because of بسبب الحدثة طبعا ترجم الجملة يبقى ما زال الباحثون او المحققون يحاولون تحديد بسبب الحدثة يبقى بالعربي مش هتنفع بالمعنى مش هتنفع سمنتك اللي مش هتنفع يبقى مفضلش عندي غير so that وقلنا so that لازم يجو راها close كامل فاعل وفاعل يبقى ما عادش عندي غير مين cause of السبب فيه يبقى بيدوروا على السبب في الحدث يبقى فاعل والروابط والروابط كلها ما فيش فيها فاعل غير lead to تعالوا نشوف كده lead to موجودة to serious frauds ولا so that ولا in order to ولا leads to طبعا زي ما ذكرت من شوية in to و in order to هنشيلهم هنستبعدهم لانهما نفس الشيء so that عايزة فاعل وفاعل ويكون عندي cano could مش موجود يبقى ما عادش عندي غير مين leads to يبقى هنقول ان امطار الغزيرة بتؤدي number 13 زي ما شايفين صورة الحرب thousands of civilians الاف المدنيين and injured in the last war in africa يطر هقول قتلوا الاف المدنيين قتلوا ولا قتلوا وخلي بالك in the last war in africa يعني الكلام في الماضي خلاص الحدث تم وانتهت يبقى are killed مش هتنفع will be killed مش هتنفع طبعا are killed مضرع بسيط مش هتنفع will be killed future مش هتنفع معادش عندي غير was killed were killed والاتنين في الماضي البسيط المبني المجهول أرجع للفاعل يا ترى thousands of civilians جمع ولا مفراد طبعا هتقول لي آلاف المدنيين دي ايه جمع فهناخد ايه يا جماعة were killed number 14 I will send you my current location you can find the way الله أنا هبعت لك location بتاعي لذلك هتقدر وخلي بالحضرتك إن عندك هنا كان أنا لسه بقول من شوية كان في رابط بيحب الفاعل والفعل يكون معاكا أو كد مع المصدر فعلا زي ما أنا سمعكم بتقوله هتبقى saw that saw that with the result that ونتيجة ذلك يعني بديني نتيجة وبعدين فصلة وأقول with the result that يعني يقول لي the farmers over cultivate the land with the result that the soil becomes poor يبقى هنا المزارعون يزرعون الأرض كثيرا ونتيجة هذه الزراعة الكثيرة تصبح التربة فقيرة وضعيفة ولا تنتج محصول لكن هنا هناخد saw that ليه عشان عندي you can number 15 يا شباب he didn't want to hurt his friend's feelings he didn't tell them about the bad news خلي بالك ان he didn't want هنا برضو فاعل وفاعل he didn't want to hurt his friend's feelings he didn't tell them about the bad news شوف هنقوله بالعربي علشان ما يجرحش شعور صديقه ما قالوش على الأخبار السيئة احنا بنقوله علشان أو لأنه مش عايز يقول يبقى because الله ده because جات في بداية اللي ايه الجملة عادي جدا ما احنا قلنا ان انا عندي الجملة بتنقسم الى حاجتين يا اما grammatically يا اما semantically يعني يا اما بالمعنى يا اما بال نحية النحوية أو القواعد number 16 بيقوله هنا the k-u-s k-o-c اللي هو has offered how to need the employees وهنا ده بنسميه السؤال المذيل بيجي في نهاية الجملة وبيتكون من كلمتين والكلمتين بيكونوا طالعين من الجملة اللي سبقاه يعني انا ما بجيبش اي حاجة من برا وبيكون حالته عكس حالة الجملة ازاي لو الجملة مثبتة هو بيجي من فيه لما اقول the k-o-c has لما نشير k-o-c ونقول ان هي غير عاقل فهنقول ان هي it وhas offered انا باخد هنا الhelping verb عندي مين الhelping verb has هتبقى hasn't يبقى الاجابة هنا هتبقى hasn't it من غير ما ترجم الجملة او من غير ما فهمها بحدد الفاعل وبحدد الفاعل الفاعل عندي في زمن المضارع التامي يعني منقسم الى جزئين فاعل مساعد وفاعل أساسي احنا بنستخدم الفاعل الايه المساعد اذا كان الفاعل المساعد منفي بخلي مثبت اذا كان مثبت بخلي منفي زي ما شفنا number 17 بولي we plenty of food for the party before the guests arrived برضو رجعنا تاني le before le before احنا قلنا le before بيجي وراها ماضي بسيط وقبلها مين فعلا ماضي تام يبقى هنقول we had prepared خلصنا وزبطنا كل حاجة قبل ما الضيوف يوصلوا يبقى we had prepared plenty of food for the party number 18 طبعا ده this is evil tower in paris فبيقول james has lived in paris 5 years الله لما يكون عندي مضارع تام ويكون عندي عدد او يكون عندي جمع او يكون عندي كلمة the last week مثلا فهنا كل ده بياخد فور يا جماعة كل ده بياخد فور طبعا ييت مش هتنفع لان ييت بتيجي في نهاية الجملة المنفية او في السؤال بالنسبة للمضارع التام already مش هتنفع لان يبتيجي بعد هف أو هاز وبعدها بيجي التصريف التالت سنس مش هتنفع لان السنس بيجي وراها زمن بداية الحدث وطبعا هنا انا عندي العدد واضح جدا 5 years طبعا this is basketball game فبيقول لي my friends the final match if they had played better مرضو رجعنا تاني هوا قال لي if وقال لي had played يبقى زي ما اتفقنا وزي ما شرحنا من شوية ان يا جماعة had played ده ماضي تام يبقى دي الحالة التالتة يعني هناخد would have والتصريف التالت فهتبقى my friends would have won number 20 بيقول لي other recent video games this one is not very exciting ايوة خلي بنا عشان نخطب الجملة الجميلة دي other recent video games this one is not very exciting يعني كأنه بيقارن ما بين اللعبة دي والالعاب التانية كلها فمقارنة بالالعاب الأخرى هذه اللعبة ليست مثيرة او ممتعة فهنختار in comparison طبعا دي كانت مجموعة من القواعد اللي احنا درسناها في الوحدة الأولى والتانية والتالتة والرابعة بتكون مرتبطة بالروابط والروابط بتكون طبعا مرتبطة بمجموعة أزمنة لما نيجي على اللي هو رقم 21 بيقول لي students should concentrate they can grasp the main points of the lecture خلي بالك students should concentrate they can ما احنا اتفقنا مين الجملة اللي كانت بيتيجي معاه او الرابط اللي كان بيجي معاه كان وكود so that فهنختار مع بعض ايه so that in order two مش هتنفع لاني بيجي ورها فعلي في المصدر let two بيجي ورها اسم with the result ما فيش كلمة ذات عشان نختارها بقول لي we need to produce more food there are more people to feed احنا محتاجين ان احنا ايه نزرع او ننتج اغذية اكتر لان الناس قاعدة بتزود عدد الناس بتزيد there are more people to feed فهنختار ايه يا جماعة because there are more people to feed علي واز انت at the morning assembly yesterday علي ما حضرش طبور الصباح امس he missed important events اه he missed يبقى so that ولا because ولا with the result that اه ونتيجة عدم الحضور طب انت اخترت ليه يا استاذ with the result that اولا لان في عندي كومة يا جماعة ثانيا مش هاختار so that لان so that بتيجي معا كان وكود وانا ما عنديش لكان ولا كود طبعا because of مش هتنفع و in order two مش هتنفع لان because of بيجي وراها اسم او ing و in order two بيجي وراها مصدر رخم 24 بقول لي policemen arrest criminals خلي بر حضرتك عندي نقطة وكومة lawyers prosecute them يعني رجال الشرطة يقبضون على المجرمين والمحامون يتقاضون طبعا ايه يقاضوهم فهنا هنقول ايه whereas طبعا عندك ورأز لا مفيش ورأز مش هتنفع لان ورأز كان بيجي في النص بيجي قبلها كومة امال هنختار ايه هنا هنختار on the other hand تأتي في المنتصف وقلنا بتجي يا اما بين اتنين كومة يا اما فلسطوب وكومة number 25 بقول لي they have been TV since 7 o'clock خلي بالك من كلمة since 7 o'clock وهنا هنختار ايه هنختار watching ليه يا أستاذ لان ده اسمه زمن المضارع التام المستمر اللي هو present perfect continuous وكان بيتكون من ايه أستاذ كان بيتكون من have been وال-ing ما ينفعش اقول have been watched اقول هما شهدوا ولا هما شاهدوا يبقى طبعا الباسف مستبعد يبقى الحل التاني يبقى بعدي بين يا جماعة يا اما بختار اللي هو التصريف التالت ويكون باسف يا اما بختار ال-ing ويكون مضارع التام مستمر فطبعا الافضل والاصح ان احنا نقول watching number 26 before planes were invented قبل اختراع الطائرات crossing the oceans had been اه انت هنا محتاج ايه محتاج صفة لان انت حضرتك بتوصف اسم اللي هو ايه crossing crossing the oceans had been كان عبور المحيطات شيء خطير فهنختار كلمة dangerous مش هنختار dangerously 27 the heavy rain they went fishing اه the heavy rain هنا اسم فطالما اسم يا جماعة يبقى هنختار الرابط اللي بيجي وراء اسم وقولك they went fishing امطار غزيرة وراحوا يصطادوا يبقى هنا ده عكس الطبيعي عكس الطبيعي يبقى هاختار الكلمة اللي فيها تناقب اللي هو although or in spite of فطبعا هنختار مين in spite of ليه استاذ هقولك لاننا عندي heavy rain اسم فقط يبقى على الرغم من الامطار الغزيرة ذهبوا الى الصيد او يصطادوا disabled people should be treated هنا انا بتكلم على طريقة معاملة مين المعاقين يجب ان يعاملوا شلون كيف ازاي well لان الظرف من good well number 29 last night i didn't have any money because i my wallet مبارح ما كانش معايا فلوس خالص لان ترجمة نانسي قنقر